اشتركوا في القناة داري ديني نيو كون و جاءت لكم فيديو جديد هذا فيديو سيكون اعلان عن تحدي قراءة جديد بس المراتي تحدي انا اللي عاملها و انا متحمسها لي جدا التحدي اولا هيكون طول شهر مايو بما انه شهر مميز جدا من نسبالي لان من ضمن الحاجات اللي فيه انه هو عيد ميلادي و عيد ميلادي عمر و في احداث كتير مهمة جدا في الشهر ده فقعات انه هو اكتر شهر مميز ليا في السنة بقى لي فترة بفجرة ان انا اعمل تحدي قراءة بس كنت محترق الفترة اللي عاملو فيها و ايه التحديات او ايه شكل تحديات الكتب اللي هحطها فيه فقعات ان كل سنة ممكن اعمل تحدي مختلف ونبدأ السنة دي بفجرة تحدي البنجو كارد احط صورتها وكمان هسيب صورتها في الديسكيبشن بوب لو عايزين تحملوها وتشاركوا معي وطبعا انا هحط الصورة برضو في اكاونتي على الانستجرام وفيسبوك وكده الفكرة التحدي هيكون اسمه اقرأ معرضوه تحدي بسيط شوية الفكرة ان انا مخترر الاسم ده عشان برضو يكون مينفى اسم هاشتاج واللي عايز يشارك معي يستخدم الهاشتاج ده انا تحديات وكل اقراءاتي خلاص شهر مايو هكتب عليها الهاشتاج ده وطبعا كل التحدي هعملو هشاركو بالهاشتاج هتبعوه بعد كده وكمان اي حد عايز يشترك بحاجه من تحدي يدي اقلم الهاشتاج وانا هبدأ اتابع الهاشتاج طبعا نشوف الناس حطوا ايه تحدي بتاعي اللي هو البنجو كورد دي عالتا بنجو بيكون خمسة في خمسة بس نعم لها بنجو كورد اصغر شوية اربعة في اربعة طبعا كلها تحديات كلها حاجات مرتبطة وحاجات انا بحب اعملها نوعا ما الشهر خلال شهر خمسة خلال شهر مايو اكون بشجعكم من تعملوا كل تعملوا حاجات انتو بتحبوها ومستوحية من حاجات انا بحب اعملها وحاجات بحب اراه وهكذا طبعا زي البنجو تقدروا تعملوا خط بالطول خط بالعرض خط يعني اي طريقة تخلصوا بيها خط بينجو بس انا ببقى ان ده التحدي بتاعي احاولها خلاصهم كلهم الفكرة ان مش كلهم تحديات قراءة فيهم تحديات قراءة فيهم تحديات حاجات تانية تحبوا تعملوها فانا هاكلمكم عن كل ام تحدي ومش هقلكم ايه الكتب اللي سا مختاروها لانها لسا مختارش كتب كل التحديات دي بس هحاول ان كل تحدي قراءة كل كتاب مختلف طبعا انتو تقدروا كتاب واحد ينطبق عليه كذا تحدي براحتكم بس يعني هاكلمكم عن التحديات اول حاجة تحدي كتاب في يوم من اسمه اللي هو تختارو كتاب تقدروا تخلصوه في يوم واحد عادة بتكون قصة قصيرة حاجة كوميكس نوفيلا قصيرة حاجة تقدر تخلص في يوم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صورة المجموهة الكتب صورة الكتاب عرض لشكل من أشكال المكتب رابع تحدي مشاهدة فيلم أو مسلسلة مفضلة أنا أحب تفرج على مسلسلات الأفلام فأعتقد أنها سيكون تحدي في وقت ما هناك مسلسلات كتابة أحب تفرج على مسلسلة مفضلة فهذا أيضا تقدروا تفرج بعد ذلك لعبة أو هواية مفضلة أنا من هوايتي اللعب فيديو جيمز فهذا شيء غالبا سأعملها خلال شهر مائي فبرضو تشاركوني لو لم تحبوا فيديو جيمز مثلا البازلز تحبوا ألعاب الموبايل أيها الألعاب التي تحبوا تعملها أو أيها الهوايات الثانية غير القراءة هناك أشخاص تخيط هذا شيء نفسي أدخل فيها لا تفرج على هوايات الثانية لكن هناك هوايات الثانية وممكن تشاركوني هواياتك الثانية التي تحبوها بخلاف القراءة بعد ذلك تحدي تعلم حاجة جديدة ممكن تكون كلمة جديدة حاجة كنتم أخرينها وعايزين تتعلموها أو حاجة تعرفوها ومشتنا بيبقى كورس كامل ومشتنا تتعلموا لغة كاملة بس حاجة بسيطة حاجة تعلموها في الفترة اللي احنا محبوسين فيها نوعا ما في البيت ممكن تتبقى فرصة أخيرة بنتعلم حاجة جديدة بعد ذلك تحدي كتاب غلاف علي قطة من قطة أكتر حاجة ما محبها في الدنيا فأنا عندي كتاب عليهم قطة فأعتقد اختروا واحد منهم فممكن تقروا كتاب عليهم قطة بعد ذلك تحدي تشاركوا بالهاشتاج تكتبوا هاشتاج اقرأ معرضوا انا سأكتب لكم الهاشتاج وبصراحة أعتقد هتكون حاجة لطيفة جدا ان احنا نشارك بالهاشتاج مع بعض وعشان أعرف أتابة كل حاجة انت بتحطها طبعا كل حاجة هشوفها مستخدم فيها الهاشتاج دي هعرف أشاركها عندي اتبقى فيها الانستجرام او غيرها بعد ذلك هتحدي كتاب سحري انا اكتر حاجة بحبها كتب السحر وكتب الفانتازيا فأعتقد ان انا هحاول احط في خطتي كتاب واحد على قل سحري وانتو كمان ممكن لو ده جنرى من الكتب لسه مجربتوش قبل كده ممكن ده تبقى فرصة بالنسبة لكم انتو تدخلوا في نوع جيد من الكتب انتو متقروهوش عادة حادي اعادة قراءة كتاب مفضل انا عندي مشكلة ان انا في كتب كتير بحبها وبتبقى واحدة من كتب مفضلة على اطلاق بس عندي عيب ان انا مش برجع دايما اقرأ كتب المفضلة فانا عندي مجموعة من الكتب مفضلة عايزة اعيد قراءتها تانية لشان اعملها انوتيشن واعلم فيها الاجزاء المفضلة عندي والجمل المفضلة فأعتقد ان انا اختار كتاب واحد على قل اعمل في ايه الحركة داي انتو برضي ممكن تبقى فرصة بالنسبة لكم انو انتو ترجعوا لكتاب مفضلة لحبته وبقى لكم فترة ما ارجعتوش او ما ارتوش من زمان اعتقد ان التحدي كتاب غلاف ووردي اعتقد ان التحدي دايما بشرح نفسه انا لوني مفضلة هو اللون الوردي فانا عندي كتب اعتقد عندي كتب كثيرة غلافها لونه بينك فأعتقد ان انا اختار واحد منهم بقى تحدي كتاب مأجلينه من زمان انا قائمة الكتب اللي نفسي اقراها غير الكتب اللي عندي في المكتبة كبيرة جدا فأعتقد ان انا هرجع لأقدم كتابي او اقدم مجموعة كتب واختار واحد منهم من الكتب اللي انا نفسي اقراها من زمان ده ممكن يكون ينطبق على كتب في مكتبتكم شاريانها من زمان جدا ولسه ما ارتوش حتى الان كتاب كان نفسكم تقروه سواء اونلاين او ممكن ما فيش فرصة قوي نشتري الكتب جديدة دلوقتي بس يعني كتاب مأجلين من زمان دي هتكون فرصة نحن نقراه هاتحدي هاري بوتر هاري بوتر اعتقد الناس كتير هتعرف ان هو كتابي المفضل على الاطلاق او سلسية كتب مفضلة فاعتقد ان لو حد لسه ما اعراش هاري بوتر هتكون فرصة كميلة ان انتو تبدأ وتقروا العالم ده او ممكن تتفرجوا على الافلام لو انتو مش في جو قوي راية الكتب اللي بتاعتو افلام هاري بوتر او كتبه فيها سحر كتير وفيها متعة كبيرة جدا والصراحة دي هتكون فرصتي ان انا فعلا ارشح لكم تبدأوا سلسلة هاري بوتر لو مكنتوش قرأتوها السلسلة بالانجليش تعتبر مدخل لطيف جدا للي لسه بيدخلوا في القراءة بالانجليزي بالنسبة لكم هتكون سهلة ولطيفة ومتاحة كمان بالعربي لو انتم ملكون مش قوي في قراءة الانجليش دي هتحدي قراءة كتاب لكتابة مفضلة انا بحب اشجع الكاتبات السيدات وهتكون دي فرصة ان احطت تحدي ان لو انتم عندوكم كتابة معينة مفضلة وعندوكم كتب لها لسه مقاردهاش او فيه كتاب عايزين تجربوها وحاسن انها هتبقى كتابة مفضلة لكم دي ممكن تبقى فرصة تقرؤ كتاب من كتبها بعد كده اتحدي كتاب بيبدأ بحرف ر مع ان اسمي بيبدأ بحرف ر فيعني احطت تحدي ده عشان كده اتقد ان انا عندي كتاب الاقل واحد بيبدأ بحرف ر او حرف ر فاتمنى فعن انا ما يكونش كل المكتبة دي ما عنديش فيها كتب بيبدأ بحرف الر واخر التحدي عندي هو اتفرجوا على حوار الكاتب او كاتبة مفضلة لكم انا بحب اتابع الحوارات بتاعت الكتب بتاعت الكتاب بحب اشوفهم بيقولوا ايه خرج نطاق الكتب اللي بيكتبوها فادي هتبقى فرصة انا مجمع حوارات كتيرة لكتاب الكتار بس ما بيكونش في فرصة اتفرج عليها اخطان لو حوارات طويلة ساعة او حاجة بيبقى موضوع صعب بالنسبة لي فممكن ارجع الواحد من الحوارات اللي انا حفظها دي واتفرج على واحد منها ممكن يبقى كاتب ممكن يبقى كاتبة ممكن مش هازم الحوار ممكن يبقى مناقشة ممكن تبقى ندوة بس هتكون فرصة جميلة ان احنا نتفرج على كاتب احنا بنحبه ونشوفه بيقول ايه خرج كتاباته دي كل التحديات بتاعتي طبعا زي ما قلت لكم ممكن تختاروه صف بط وصف بالعرض ممكن تعملوا بتحديات كلها زي ما تحبه انا احاول اخلال شهر مايو ان نعمل تحديات كلها وحاول اصور فلوج طبعا انا وعدتكم بفلوج من شهر مارس انا امتعى انا احطتها قريب جدا بس كما ننبهكم تحضر اسبوعين على شهر مايو لان انه تبدو ان نحضر لست الكتب او لست الحكات التي اعملها في التحديات دي تحديات القراءه فيها اسبوع كمان طول اسبوع عيد ميلادي هكتب التواريق على الشاشه هنا هعمل تحديات عن انستجرام تميها تحديات بهجة قسقصة الفكرة أن أنا فيه بأي فترة عايزة أعمل تحدي تحدي اللي هو أجيب حاجات كتيرة من نفس اللون وأصورها صورة فأنا هعمل صورة كل يوم بلون مختلف لحاجات بخلاف الكتب الكتب سهلة جدا أنا عان تقريبا كتب من كل الألوان فجمعت حاجات من البيت كلها بتشمل لون واحد أيوان اللي اخترتها الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر والبردي والإصد والأبيض في صورة واحدة كل يوم من أيام بتاعت اسبوع ده هتلاقوني بنزل صورة لحاجات مختلفة من عندي في البيت بخلاف الكتب باللون ده الصراحة التحدي ده كان نفسي عمله من زمان خطي باني ما عنديش حاجات كتير ملونة بألوان كتيرة أغلبها فيها ألوان كتيرة جدا مقدرش أحطها في لون واحد واحده بس كان نفسي عملت تحدي ده من زمان وعملته وأعتقد أنا قريب كمان ممكن أعمل التحدي ده بس مع الكتب بس أختار الكتب بالكفرات من نفس اللون فدي التحديات اللي أعمالي خلال شهر مايو بحاول أنشر البهجة شوية في شهر مايو بأنه شهر أنا بحبه وبأنه نحن بنمر بفترة عصيبة شوية ففكرت إن ممكن دي تبقى طريقة نحن نشارك البهجة فيها مع بعض لو عندكم أي أسئلة أو أي ترشحات أو أي حاجة إذا تعرفوها سيبوا كومنت وهرد عليكم لو عندكم الصفصرات طبعا أنا في الديسكريبشن بوكس هسيب صورة البنجو بورد هنا اللي أنا حطتها هسيبها في الديسكريبشن بوكس وكمان هسيب لينكاتي على السوشيال ميديا عشان تتواصلوا معي بزيادة إنستجرام هشارككم على الستوريز بتاعتي هشارككم بالهاشتاج على اسم إنستجرام وعلى فيسبوك كمان وطبعا هتلاقوا أكاونتاتي على جودريز وغيرها أتمنى فعلا تشاركوني بالتحديات دي حتى لو مش هتشاركوا كل التحديات أتمنى شوف فعلا هتعملوا إف حتى لو هتعملوا تحدي واحد من دول تسنشوا استخدموا هاشتاج اقرأ مع رضوة ده يكون اسم التحدي بتاع الشهر وده كمان هيكون اسم الهاشتاج عشان أعرف أوصلا وشوفي الحاجات اللي انتم بتعملوها أتمنى في الدواء يكون أعجبكم وانتظلوني في فيديو جديد باي باي